السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط في مادة لغتي عنوان درسنا المفرد والجمع في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى مع بعضنا قوانين التعلم عن بعد أولى قوانين التعلم عن بعد هي أجلس في مكان هادئ دائما أحرص على أن أجلس في مكان هادئ بعيدا على الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح أحرص دائما على أن يكون جلوسي جلوسا صحيحا وجلوسا مريحا كذلك وأيضا أحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي فأحضر كتابي ودفتري أقلامي الرصاص مساحتي وبرايتي وألواني أحضر جميع أغراضي وأنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي حتى أفهم الدرس وأستوعبه جيدا وأتابع درسي إلى نهايته حتى أفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا المفرد والجمع لدينا هدف عام هدفنا العام هو أن يعرف الطالب والطالبة المفرد والجمع كذلك لدينا أهداف خاصة هدفنا الخاص الأول هو أن يتعرف الطالب والطالبة على المفرد والجمع أما ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة المفرد والجمع في الجمل أما ثالثا أن يستخرج الطالب والطالبة المفرد والجمع من الصور ورابعا أن يحول الطالب والطالبة الكلمات من مفرد إلى جمع والعكس هيا نرى درسنا المفرد والجمع هيا نتعرف ماذا نعني بكلمة مفرد وماذا نعني بكلمة جمع هيا نرى لدي هنا قفل يسمى قفلا لدي قفل واحد إذن هذا قفل ولدي هنا أيضا قفل كذلك قفل آخر وقفل ثالث هذه ثلاثة ماذا هل أقول قفل أم ماذا أحسنتم أقول أقفال لدي هنا قفل واحد فأسميه قفل ولدي هنا ثلاثة ثلاثة أقفال أطلق عليها أقفال القفل الواحد كلمة قفل تدل على المفرد المفرد هو للشيء الواحد قفل واحد قفل تدل على المفرد ولي هنا ثلاثة أقفال إذن هي جمع جمع أي مجموعة من الأقفال لا أقول قفلا بل أقول أقفال إذن كلمة أقفال تدل على الجمع وكلمة قفل تدل على المفرد تعرفنا الآن ماذا نعني بالمفرد وماذا نعني بالجمع هيا نكمل لدي هنا مفتاح أسميه مفتاح فهو مفتاح واحد ولكن في الجهة الأخرى لدي مفتاح مفتاح آخر ومفتاح ثالث هل أسميها مفتاح؟ إذا قلت مفتاح فهذا يعني أن لدي مفتاحا واحدا ولكن لدي هنا ثلاثة إذن أسميها مفاتيح ليست مفتاحا بل مفاتيح كلمة مفتاح تدل على الشيء الواحد ومفتاحا واحدا إذن هي مفرد مفرد قلنا أن المفرد يستخدم للشيء الواحد مفتاح تدل على المفرد أما مفاتيح مجموعة كثيرة من المفاتيح فهي تستخدم للجمع كلمة مفاتيح تدل على الجمع أحسنتم مفتاح مفتاح مفرد رائع تدل على الجمع رائع جدا لدي هنا جملة سوف نستخرج منها المفرد والجمع الجملة الأولى اشترت هند قلما أزرق والجملة الثانية اشترى سالم أقلاما ملونة كلمة قلم هل هي مفرد أم جمع قلما واحدا إذن كلمة قلما تدل على رائع تدل على المفرد قلما واحدا تدل على المفرد هيا انطقوها قلم ممتاز ولكن أقلام أقلام ليست قلما واحدا بل أقلام كثيرة رائع تدل على الجمع أقلام تدل على الجمع اشترى سالم أقلاما ملونة بينما هند اشترت قلما أزرق أي قلما واحدا هيا نرى جملة أخرى دخلت الفصل وسلمت على أصدقائي جملة أخرى في المدرسة فصول جميلة كلمة فصل وكلمة فصول أين المفرد وأين الجمع أحسنتم فصل هي تدل على المفرد فهو فصل واحد أما فصول تدل على الجمع فهي فصول كثيرة فصل للمفرد فصول للجمع هيا رددوها فصل ممتاز فصول أحسنتم لدي الآن صورتين الصورة الأولى فيها فراشات والصورة الثانية يوجد فيها فراشة واحدة أين الصورة التي تدل على المفرد وأين الصورة التي تدل على الجمع أحسنتم الفراشة الأولى هي للمفرد فراشة ننطقها فراشة أحسنتم تدل على المفرد أما الصورة الثانية هي ثلاثة فراشات ننطقها فراشات فهي تدل على الجمع فراشة هيا كرروها فراشة ممتاز فراشات أحسنتم رائع جدا لدي الآن نشاط صغير هيا نذهب إلى سلتنا ونرى ماذا يوجد فيها لدي أشياء كثيرة في هذه السلة سوف نخرج الأشياء ونضعها إذا كانت مفرد نضعها في سلة المفرد أما إذا كانت جمع فنضعها في سلة الجمع هيا نرى لدي ماذا ترون أعزاء الطلاب والطالبات رائع كرة كرة واحدة هل هي مفرد أم جمع أين أضعها أحسنتم أضعها في سلة المفرد لدي أيضا ماذا ترون أزهار هل هي زهرة واحدة لا أزهار كثيرة أين أضعها في سلة المفرد أم في سلة الجمع مجموعة من الأزهار أحسنتم أحسنتم تذهب إلى سلة الجمع رائع هيا نكمل ماذا لدي أعزاء الطلاب والطالبات فراشة فراشة واحدة أين أضعها هل لدي فراشة أم فراشات فراشة واحدة أضعها في سلة المفرد أحسنتم هيا نرى شيئا آخر لدي ماذا ترون أقلام أقلام كثيرة أين أضعها هل أضعها في سلة المفرد أم في سلة الجمع مجموعة من الأقلام كما ترون أين أضعها رائع تذهب إلى سلة الجمع ممتاز هيا نعود إلى شاشتنا لنرى نشاطا آخر النشاط رقم واحد صنف الكلمات التالية في السلال المناسبة لها سوف نصنف السطر الأول لهذا اليوم هيا نرى كلمة لعبة أين أضعها في المفرد أم في الجمع أحسنتم لعبة واحدة أضعها في سلة المفرد قلم قلم واحد أين أضعه رائع أضعه أيضا في سلة المفرد أكواب أكواب كثيرة أحسنتم أضعها في الجمع قطة قطة واحدة أحسنتم أضعها في سلة المفرد عصافير عصافير كثيرة أحسنتم أكتبوها في سلة الجمع أوراق أوراق كثيرة أيضا في سلة الجمع أشجار أحسنتم أيضا في سلة الجمع زهرة واحدة مفرد هدية واحدة أيضا مفرد لدي في الأخير توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة والحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة ومساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة وأخيرا تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته